بإعلان أكبر أحزاب المعارضة في تركيا حزب الشعب الجمهوري اسم محرم إنجا مرشحا له في الانتخابات الرئاسية اتجهت الأنظار لقدرته على المنافسة القوية مع إردوان إنجا القيادي البارز في أكبر أحزاب المعارضة يوصف بأنه زعيم المتمردين داخل الحزب ضد سياسة قادته نافس إنجا على رئاسة الحزب المعارض خلال انتخابات داخلية في شباط الماضي ولكنه فشل أمام رئيس الحزب الحالي وهو أمر يؤخذ عليه ولكن هذا لم يمنعه من طرح وعود انتخابية كبيرة لناخبه في الميادين وخلال الحملة الانتخابية سنتحدث بالتفصيل عن مشاريع التي سننجزها في الاقتصاد والتعليم والصحة وتشجيع الاستثمار سأكون مرشحا لكل شعب التركي بكل أطيافه وسننهي فكرة حكم الرجل الواحد في النظام الرئاسي وسيكون الحكم دائما للشعب وفي الرابع والعشرين من يونيو سأكون رئيس الجمهورية بإذن الله ميرال أكشنير أو المرأة الحديدية كما توصف تقف هي الأخرى بقوة في مواجهة إردوان في الانتخابات الرئاسية أكشنير وهي من مؤسسي حزب العدالة والتنمية الحاكم وزيرة سابقة وقيادية سابقة أيضا في حزب الحركة القومي الذي فصلت منه بسبب خلافات داخلية فيه وعلى إثر ذلك أسست حزب الخير القومي المحافظ الذي يتوقع له مراقبون أن يحصل على أصوات الكثير من القوميين الذين يرفضون سياسات الزعيم التقليدي للقوميين الداعم لإردوان خاصة في التحول إلى النظام الرئاسي إلى جانب احتمال حصولها على أصوات من الحزب الحاكم فكرة حزب الخير الذي أسسته ميرال أكشنير هي رفض سياسات كل من الحزب الحاكم ولكن بقالب محافظ هذه المرة ورفض سياسات حزب الحركة القومية الداعمة تماما لإردوان بقالب قومي وبالتالي فإن أكشنير تشكل خطرا حقيقيا في الانتخابات لأنها تمثل تيارا جديدا لم يكن موجودا في الساحة السياسية التركية وهو تيار المحافظين القوميين أي أنها القاعدة الشعبية نفسها لإردوان والحزب الحاكم صلاح الدين ديمرتاش المعتقل منذ نحو عامين بتهم تتعلق بالإرهاب هو أيضا أحد أبرز المرشحين عن جبهة المعارضة وتحديدا عن حزب الشعوب الديمقراطية الكردي الذي كان يرأسه حتى وقت قريب جرد ديمرتاش إلى جانب عدد كبير من قيادات حزبه في البرلمان التركي من الحصانة البرلمانية وفي مواجهة الرئيس التركي رجب طيب إردوان كان قد ترشح في الانتخابات الرئاسية التي جرت في أغسطس من العام 2014 وحصل حينها على نحو 10% من أصوات الناخبين عدد المرشحين الكبير من طرف المعارضة سيعزز حسب مراقبين من فرص حسم إردوان لانتخابات في الجولة الأولى بسبب تشتيت أصوات المعارضين فيما يرى آخرون أنه ربما يقود لجولة ثانية وحينها قد توحد المعارضة أصواتها على مرشح واحد ليكون فعلا منافسا قويا لأردوان على مصبحات الحرة اسطنبول